والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدم ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم محبة الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم وصول الدين هذه هي الحلقة الثالثة من حلقات برنامجنا في شهر رمضان الفضيل و الذي سوف نتحدث فيه بإذن الله عز وجل عن فضل العشر الأواخر و بعض خصائصها ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن واهف القحطاني أهلا بكم شيخ سعيد حياكم الله و بياكم شيخ سعيد هذه الحلقة عن فضل هذه العشر المباركات و معلوم أن رمضان مبارك و العشر هذه شد وأعظم بركة و كذلك فيها ليلة القدر ذات الشرف العظيم بداية شيخنا نتحدث عن مفهوم ليلة القدر لأنها هي أفضل تلك الليالي و شرفت هذه العشر بشرف هذه الليلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و العاقبة المتقين و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله صلى الله عليه و على آله و أصحابه و سلم تسليما كثيرا أما بعد فمن فضل الله تعالى على عباده أن يسر لهم ما يرفع درجاتهم في الجنة و ما يسبب الرضا منه سبحانه و تعالى على عباده فإن من هذه الأمور التي تعين الناس على رفعة الدرجات عند رب الأرض و السماوات هذه العشر الأواخر من رمضان لأن فيها هذه الليلة العظيمة التي العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر عمر طويل عمر طويل و إذرت لو قسم الإنسان هذه ألف شهر يخرج أو الناتج يكون ثلاثة لثمانين سنة و أربعة أشهر تقريبا عمر طويل ليس بعمر قصير فالعمل في هذه الليلة الواحدة أفضل من العمل في ثلاث و ثمانين سنة كما قال الله تبارك و تعالى في القرآن الكريم إنا أنزلناه بليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة و الروح بها بإذن ربهم من كل أمر سلام في حتى مطر الفجر فهذه في الحقيقة ليلة عظيمة ولها معنيان ليلة القدر لها معنيان من الشرف و الوقار و العربة قدر و المعنى الثاني أنها تقدر فيها أحكام تلك السنة تقدر فيها أحكام تلك السنة من الخير و من الشري في هذه الليلة ليلة القدر ولكنها تفصل من اللوح المحفوظ فيها يفرق كل أمر الحكيم كل أمر الحكيم مفصولة من اللحة المحفوظ الله تعالى قد كتب كل شيء علما لأن هذا أركان أو درجات الإمام بالقدر أربع مرات الإمام بعلمه السابق الأزلي والإمام بكتابته سبحانه وتعالى الأشياء فالله تعالى علم كل شيء علما أزليا لا أولى لعلمه سبحانه لكن الكتاب لها أول أول ما خلق الله القلم قال له كتب وفي الحديث الآخر خلق الله القلم قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ثم قال له كتب إذن هذا الكتاب لا حد أمر بكتابه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لها بداية لها بداية الكتابة أما العلم فهو أزلي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان فالله تعالى قد كتب كل شيء في اللحة المحفوظ لكن هذا الذي يحصل في ليلة القدر تفصيل من القدر السابق في اللوحة المحفوظ هذا في الحقيقة وبين الله تعالى ذلك فالله تعالى يقدر فيها الأشياء أي تفصل يكتب فيها ما يكون من الخير والشر في هذه السنة ليلة القدر مباركة من الليلة الشرف الأواخر من رمضان أنزل الله فيها القرآن وفيها يوصل من اللوح المحفوظ ما يكون في تفاسنة كما تقدم من المقادير والعمل فيها في هذا الشهر تفصل هذه الأمور في هذا الشهر الكريم وهذه الليلة ليلة القدر لها خصائص أنزل الله فيها القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرعك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر فالله تعالى لشرفها ولفضلها ولمحبة الله تعالى لها أنزل فيها القرآن الذي هو كلامه سبحانه وتعالى وصفة من صفاته لأنه كلامه كلام الله من صفاته ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذيرين فالله سمّها مباركة سبحانه وتعالى فيها يفصل ويفرق كل أمر حكيم من الألوح المحفوظ ما هو كائن في السنة وهذا تقدم بهذا يدل على أن القرآن نزل منجما على هذه فنزل كله ثم نزل بعد ذلك منجما وقال له تعالى وما أدراك ما ليلة القدر فالاستفهام يدل على التفخيم تعظيم وما أدراك ما ليلة القدر تفخيم لفضلها وأنها ليلة مباركة العمل فيها كما تقدم خير من العمل في ألف شهر ففي حديث أبي فريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم الخير كله في حديث آخر قد حرم الخير كله نسأل الله العفو والعافية الملائكة تتنزل في هذه الليلة وتنزل الملائكة لا ينزلون إلا بالخير ينزلون بالخير كما أخبر الله تعالى شيخنا تنزل الملائكة في العام كله كما جاء في الأحاديث أن هناك ملائكة سيارون أو غير ذلك من الأحاديث التي تدل على تنزل الملائكة حتى تنزلهم على مجالس الذكر وغيرها لكن خصوصية نزولهم في ليلة القدر هل هي الكثرة أو لكون جبريل عليه السلام ينزل كذلك الله تعالى أعلم لكن جبريل ينزل والمائكة ينزلون والله تعالى أعلم بكيفيتهم فالملائكة ينزلون على يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر يصعدون إلى الله تعالى في يسألهم سبحانه وتعالى فقولوا أنا كيف وجدتم عبادي قالوا وجدناهم وهم يصلون وتركناهم هم يصلون يصلوا في الفجر يشهدوا وتركناهم يصلون يصلوا في العصر على نوع من الملائكة والحفظة وكذلك للملائكة السيحين يعني كم يسون حلق الذكر ونزول الملائكة هنا الله تعالى أعلم به والله أعلم بكثرتهم لكنهم ينزلون كما أخبر الله تعالى ينزلون في هذه الليلة ولكن والظاهر والله أعلم من هذا تنزل الملائكة فيها أن التنزل يعني فيه تفخيم وفيه تكثير نزول الملائكة يعني كثير الله تعالى أعلم بعددهم وهم لا ينزلون إلا بخير هذه أمور من الأمور الغيبية لكن الله تعالى قال تنزلوا فيها الملائكة وتتنزل الملائكة فيها وجبريل وهم لا ينزلون إلا بالخير جميل شيخنا سلام هي حتى مطلع الفجر ما معنى سلام السلام فيها أي من العقاب السلام فيها من العقاب بما يعمل الناس فيها من الأعمال الصالحة لأن العبد يجتهد في طاعة الله تعالى في هذه الليلة فإذا قام بالأعمال الصالحة والتوبة إلى الله تعالى والرجوع إليه والاستغبار يحصل له تحصل له السلامة من كل مكروه وغير ذلك من أنواع السلامة التي تزلزل في هذه الليلة لكن منها السلامة من العقاب لمن وفقه الله تعالى للقيام بها وللتوبة إلى الله تعالى والله تعالى أنزل في فضلها شورة تتلى إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة شورة قتر تتلى في ليلة واحدة أنزل في فضلها شورة واحدة هذا يدل على فضلها ومن قامها إيمانا للحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هذا من خصائصها هذا الأمر التاسع من الخصائص غفر له ما تقدم من ذنبه متفقوا على صحة يميع الذنوب السابقة تغفر له كما تقدم وأنها الصغائر لكن انتاب إلى الله تعالى غفرة الصغائر والكبائر التوبة ما هي التوبة؟ التوبة هي الإقلاع عن الذنب والندم على ما فعل الإنسان من الذنوب والعزيمة الصادقة ألا يعود إلى الذنوب وإذا كان هناك حقوق للناس يردها إليهم هذا هو التوبة إقلاع وعزيمة وندم وكذلك يرد الحقوق إلى أهل هذه التوبة ليست بصعبة وليست بشاقة فإذا عزم كان عنده ربا وكان عنده معاصي وكان عنده خمر وكان عنده كبائر من كبائر الذنوب أو الصغائر فتاب إلى الله معنى تاب رجع إلى الله تاب أي أقلع ترك الذنب وعزم عزيمة صادقة ومع ذلك الندم يلازمه بقلبه يقول أعمل هذا العمل يجد الندم في قلبه الحرارة في قلبه أنه عمل هذه الجريمة وعمل هذا العمل وكذلك يغد الحقوق إن كان هناك حقوق وإذا حصل هذا فقد قبلت توبته وكانت توبة نصوحا إن شاء الله تعالى مع الإخلاص لله تعالى هذا هو معنى التوبة فإذا كان الإنسان قام هذه الليلة واجتهد فيها وأدركها وبالعمل الصالح وعنده كبائر من كبائر الذنوب فالصواب في ذلك أن الصغائر والكبائر لا تكفر تبقى كماهي لكن هذه الأعمال تحفظ موازينها سنة تحفظ في موازينها سنة هذه الأعمال أفضل من العمل في ثلاثة وثمانين سنة واربعة أشهر بشرط أن لا يتم ناقض من نواقض الإسلام لأن ناقض من نواقض الإسلام يبطل الأعمال كلها كذا قال الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء من ثور أما عمل الكبائر فلا يقال بأن الإنسان إذا تكلم في هذا أن هذا تصغير أو تقليل من عظم الكبائر لا الكبائر عظيمة لكن لا نبطل أعمال المسلمين أمله لا يبطل إلا بناقض من نواقض الإسلام الأعمال الصالحة في موازين هسناته والأعمال السيئة في موازين سيئاته حتى يتوب فإن تاب من الكبائر غفر الله له الصغائر مع الكبائر بالتوبة وبهذا العمل المبارك الذي بيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه صلاة والسلام شيخنا هذا الحديث عن أعظم هذه الليالي لكن كذلك الليالي العشر ليالي مباركات وفيها اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم على الطاعة تحريا لهذه الليلة حتى ولو لم تكن يعني لم يصب الإنسان الليلة بذاتها جميع الليالي ليالي مباركات الله تعالى أخفاها أخفا ليلة القدر على الناس علمت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم ونسيها النبي عليه الصلاة والسلام ونسيها الصحابة فلا يعلم في أي ليلة تنهي ثبت أنها جاءت في ليلة 21 وفي 27 والصواب في ذلك أن ليلة القدر متنقلة تكون في سنة ليلة 21 وفي سنة أخرى ليلة 25 أخرى 23 أخرى 27 أخرى 29 كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى الصواب أنها متنقلة وأنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى إلا قد يعلم الناس قد يرى شيء أو علامات لكن لا ينبغي أن يخبر الناس لأن الإنسان إذا علم ليلة القدر مثلا اجتهد في هذه الليلة ثم ترك العمل فالعمل في هذه العشر من أجل الحصول على هذه الليلة العظيمة في هذه العشر العشر يجتهد الناس فيها ولا شك أن الاجتهاد في هذه الأواخر في هذه العشر الأواخر مما يزيدها شرفا وفضل لأن كثرة العبادة في الأيام تزيدها شرفا وفضل لكن العمل في هذه العشر الأواخر من أجل الثماس ليلة القدر ولهذا قال أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحروا ليلة القدر في العشر الأواخر صلوات الله وسلامه عليه فالاجتهاد فيها من أجل أن يصيب ليلة القدر فالإنسان يحصل على فوائد أولاً أنه إذا اجتهد في العشر الأواخر كتب له هذا العمل في مواجهة سنة ثانياً يظهر بذلك صدق الصادق من الكاذب فإن الإنسان إذا صدق مع الله تعالى وصدقت نيته وعزيمته اجتهد حتى يصيب هذه الليلة ولا يكون كسولاً بعض الناس يسهر في الأوائل وخاصة في الأسواق قبل العيد قبل العيد بأيام يوم أو يومين يسهرون في الأسواق إلى وقت متأخر يشترون من أنواع الألبسة ومن أنواع الزينات ومن أنواع الحلويات وربما تكون هذه الليلة التي القدر ثم ياتي متأخراً وقد حصل له الكسل والنوم فينام حتى لو صل مع الناس بعض الناس يقول لأنا لا نام أنا أشتغل في الأسواق ثم أرجع إلى أصلي مع الناس قد يأتي أصلي مع الناس لكن يأتي بقلب غير حاطر قد يأتي والنوم يعني ينعز في الصلاة ولا يحصل على خشوع ولا يحصل على راحة فالإنسان يجتهد أن يفرغ نفسه في هذه العشر الأواخر ويجتهد لعل الله تعالى أن يوفقه للليلة القدر جمي فإنه قد يصيب نفحة من نفحات الله تعالى يكتب الله له بها السعادة في الدنيا والأخرة جمي من أجل اجتهاده في هذه الليلة العشر جمي يعني يحلل لكاملة في العشر الأواخر وشد المئزر كناية عن الاجتهاد وعن اعتزال النساء والله تعالى أعلم وأيقظ أهله يوقظ أهله يوقظ أهل سنة في العشر الأواخر حتى لا يحرمون من هذا الخير العظيم يوقظهم حتى يصلوا لعل الله تعالى أن يشملهم برحمته وإيقاظ هذا سنة وليس بواهب حتى يحصل لهم الخير فيعينهم على الخير فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهدوا فيها اجتهادا عظيما كما سمعنا وكان عليه الصلاة والسلام يجتهدوا فيها ومن أنواع الاجتهاد أنه كان يعتكف عليه الصلاة والسلام جميل شيخنا لا تكافل نستمر نتحدث عنه بالتفصيل ولكن بعد هذا الفاصل الفاصل يصير أحبتنا الكرام ثم نستكمل الحديث عن فضائل هذه العشر الأواخر المباركات ومنها ليلة القدر نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم من المباركين ومن من يوفقون لقيامها وكذلك لصيام هذا الشهر الكريم صياما إيمانا واحتسابا للأجر هل تعاني من قسوة في القلب؟ هل تشتكي من كثرة الهموم والشواغل والتقصير في العبادة؟ هل تريد التقرب إلى الله أكثر ولا تستطيع؟ إن كنت تعاني من إحدى هذه المشكلات فلا تفرط في هذه العبادة الاعتكاف فالاعتكاف فرصة عظيمة للتخفيف من شواغل القلب وإسراع الخطى إلى الله تعالى وفي الاعتكاف تدريب للنفس على حسن الاستفادة من الوقت والإكثار من العبادة والتخلص من بعض العادات السيئة ككثرة الطعام وكثرة النوم وكثرة الكلام وحتى ينال المسلم ثمار الاعتكاف ينبغي عليه أن يشتغل في اعتكافه بذكر الله تعالى والصلاة وتلاوة القرآن ونحوها من الطعاد وكلما لا فائدة فيه ولا حاجة إليه وكلما يسرق الوقت ويصرف النفس عن العبادة إن الاعتكاف خلوة يغتنمها المسلم للتقرب إلى الله تعالى أكثر والله تعالى يقول في الحديث القدسي إذا تقرب العبد إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً وإذا تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً وإذا أتاني مشياً أتيته هرولة حياكم الله حبتنا الكرام من جديد ونحن نتحدث عن بعض الأحكام المتعلقة بالعشر الأواخر وأيضاً بليلة القدر والفضائل والخصائص العظيمة فيها شيخنا قبل الفاصل بدأتم في الحديث عن الاعتكاف في العشر الأواخر وسنيتها المتأكدة الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى وكان النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأور من الرمضان ثم اعتكف في العشر الأوسط ثم بلغه عليه الصلاة والسلام أن ليلة القدر هي في العشر الأواخر فاعتكف في العشر الأواخر عليه الصلاة والسلام حتى مات عليه الصلاة والسلام واعتكف أزواجه من بعده صلوات الله وسلامه عليه والاعتكاف سنة مؤكدة وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى حتى يتفرق من الأعمال الأخرى التي تشغله عن طاعة الله تعالى وتشغله عن تحري ليلة القدر فإذا اعتكف ولازم المسجد زادت أعماله زادت قراءته للقرآن زادت خشيته لله تعالى زاد دعاؤه زاد تفرغه ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده فالاعتكاف سنة مؤكدة وليس بواجب لكنه سنة مؤكدة ويجب الاعتكاف بالنذر لو نذر أن يعتكف وجب عليه أن يوفي بنذره شيخنا الاعتكاف الأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعد وفاة عليه الصلاة والسلام أليس في ذلك فائدة في كون الإنسان يربي أهله يربي من تحت يده ثم حتى لو ذهب إلى ربه سيستمرون على ما كان عليه من السيرة العطرة ومن الحرص على الطاعات لا شك أن التربية لا أصل أظيم في هذا ويزيد ذلك قوة ونشاطا الرغبة فيما عند الله تعالى فاعتكاف أزواجه من بعده المقصود أنهن يعني الرغبة فيما عند الله لعلهن أن يصبنا هذه الليلة المباركة حتى عائشة رضي الله عنه يقول يا رسول الله أرأيت أن علمت ليلة القدر أي ليلة تنهي ما أقول تسأل عن الدعاء فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تقول اللهم إني أسألك تسأله العفو لا اللهم إنك عفو كريم كريم هذا في رواية من رواية ترمذي اللهم إنك عفو معروف في بعض الروايات اللهم إنك عفو تحب العفو لكن ثبت في بعض الشخة ترمذي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عني هذا من أعظم الدعاء في ليلة القدر فهي تجتحت لأن العفو يدخل فيه العفو عن الذنوب والعفو عن التقصير والعفو عن العذاب والعفو عن الانتقام والعفو بإدخال الجنة والعفو من إدخال النار والعفو يدخل فيه كل خير اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ورد في هذه العباس قال يا عم يا رسول العلم لدعان عدو به قال يا عم رسول الله سأل الله العفو والعافية فقال فأعاد عليه مرة أخرى قال سأل الله العفو والعافية فقول النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة أرشدها عليه الصلاة والسلام أن تقول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفوا عني هذا من أعظم الدعاء مع الأداة الأخرى لكن كلما يدعو الإنسان بالدعاء المشروع الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمله فهو يكون أفضل فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتقر العشر أو آخر حتى توفاه الله وفي السنة التي مات فيها عليه الصلاة والسلام اعتكف عشرين ليلة هذا يدل على حسن الخاتمة آخر رمضان آخر رمضان صام عليه الصلاة والسلام عرض القرآن مرتين على جبريل واعتكف فيه عشرين يوما من رمضان هذا يدل على أن الله تعالى يحبه عليه الصلاة والسلام ولا شك أنه خليل الله كما أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله فرسول الله عليه الصلاة والسلام هو خليل الله يعني الخلة أعلى درجات المحبة وكما أن موسى كليم الله فإن محمد عليه الصلاة والسلام كذلك كليم الله كلم الله حينما كان في المعراج وعريبي عليه الصلاة والسلام بلغ إلى مكان يسمع في صريف الأقلام وفرض الله تعالى عليه الصلاوات الخمس مباشرة فالله كلمه سبحانه وتعالى فهو كليم الله عليه الصلاة والسلام ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أحب الخلق إلى الله تعالى بل أحب وأفضل الأنبياء والموصلين عليه الصلاة والسلام بل من الجن والإنس وجمع المخلوقات الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله أنا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ولا فخر اللهم صلي وسلم عليه فوفقه الله تعالى لإعتكاب العشر الأواخر من رمضان حتى أنه كان يقوم في غير رمضان حتى ترموا قدمه تنتفخ أقدامه فسئل لما وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وتأخر لكن انظر إلى المحبة لله تعالى انظر إلى الخلة العظيمة قال أفلا أكون عبد الشكورة ما دام أن الله تعالى غفر لي ما تقدم من ذنبه وما تأخر أفلا كون عبد الشكورة هذا رفعة لدرجاته ومحبة لله تعالى عنده ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى حينما قال نهى عن الوصال نهى عن الوصال في صيام التطوع فقال عليه الصلاة والسلام إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي فهذا ليطعام والإسقى ذكر العلماء المحققون أنه ما يحصل عليه من لذة لذة المناجاة لله تعالى يعني ليس حسيا ليس حسيا لو كان حسيا يأكل يعطيها الله طعاما ويأكل لم يصبح صائما وإنما هذا ما يحصل عليه من لذة المناجاة ولذة العباد تغني عن الطعام والشراب لأنه يتلذذ بطاعة الله تعالى وبما يتغرم به من الأعمال جميل الصالحة شيخنا التحري ليلة القدر هل يكون في الأوتار أو في الشفع من تلك الليالي ليلة القدر هي لا شك في رمضان يقينا لا شك فيه نعم ويقينا لا شك فيه مؤكداً مؤكداً لا شك فيه أنها في العاشة للأواخر وهي أحرى أن تكون في ليلة الوتر يحررها الناس في ليلة الوتر ليلة الـ 21 و23 و25 و27 و29 هذه تحروا ليلة القدر في الأوتار وهي كذلك قد تكون في الأشفع لقد تكون ليلة 24 ثبت في البخاري يعني بالعباس أنه قال ليلة القدر ليلة 24 فقد تكون في الأشفع قد تكون ليلة 22 ليلة 24 ليلة 26 لأن هذا الإنسان لا يهدري ثم في هذا أنه ينبغي للمسلم أن يعنى ويجتهد في هذه الليالي كلها من أول عشر من أراد أن يحصل على ليلة القدر يقين لا شك فيه فعليه أن يجتهد ويسأل الله التوفيق من أول ليلة من ليلة عشر إلى أن ينتهي رمضان الله ليلة العيد فإذا حصل له هذا الاجتهاد فعليه أن لا يكلف نفسه للنظر هل أصاب ليلة القدر يحكم بأنه أصاب ليلة القدر لكن هل تقبل الله منه أو لما تقبل هذا إلى الله ولهذا المؤمن إذا عمل عملا فهو يكون خائفا هل يقبل الله تعالى لا يظلم أحدا لكن قد يكون التقصير مننا نحن إما في الإخلاص وإما في أمور أخرى يعني لا يقوم الإسلام بها ولهذا كان الصحابة خافون خافون على أعمالهم قال الله تعالى عنهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبه مجهلة أنهم إلى ربهم راجعون قالت عائشة يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويسرب الخمر قال لا يبنت الصديق أو يبنت أبي بكر ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل به إذن هذا المسلم يخاف يخاف لا يخاف بأن الله يظلمه لا يخاف من نفسه قد يكون هناك عنده رياء أو عنده سمعة أو غير ذلك من يعني مبطلات الأعمال فهو يسأل الله العافية ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك بل هو رسول الله حقا ومع ذلك عند الهرام بالعمرة يقول اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة يسأل الله أن تكون سبحان الله هذا رسول الله يسأل الله أن تكون حجته لا رياء فيها ولا سمعة فنحن من باب أولى ونحن من باب أولى أن يقول نقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك فقيل له عليه الصلاة والسلام أنت رسول الله فقال إن القلوب بين صبعين من أصابيع الرحمة يقلب هكذا الله أكبر يخاف على نفس الرسول اللهم صلي وسلم فنحن والله والله من باب أولى أن نخاف على أنفسنا من تقصيرنا ومن سوء نياتنا ومقاصدنا وإراداتنا ونسأل الله التوفيق يسأل الإسان ربه التوفيق والإعانة والله تعالى لا يضيع أجر من حسن أملا لا يخيب الله تعالى العبد إذا أخلص معه لا يخيب الله ولا يضيع من أجره شيئا بل يضاعف له الأجر والثواب الحسن بعشر أمتاله لذبت نبي عليه الصلاة والسلام قال إذا هم العبد بسيئة فعملها كتبت عليه سيئة واحدة واحدة وإذا هم بها ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة قال كامل لكن شرحت الأحاديث هذا بأنها تكتب له حسنة كاملة إذا كان تركها من أجل الله الله أكبر وإذا هم الإنسان بحسنة فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات فيل هم بها ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة سبحانه الله هذا من فضل الله تعالى ولكن ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن عمل السيئات يكون على ثلاثة أنواع هذا للفائدة الفائدة إذا هم بالسيئة وتركها من أجل الله كتبت له حسنة إذا هم بالسيئة وعملها تكتب عليه سيئة واحدة أما الحسنات هم بها ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة إذا هم بالسيئة واجتهد فيها واجتهد أن يصل إلى هذه السيئة كان يسرق كشر الباب ثم حاول أن يسرق واجتهد لكن غلب على أمره كتبت عليه سيئة واحدة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قال يا رسول الله هذا القاتل هذا القاتل فما قال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه إذا هذا الهم لا بد أن يفصل في الهم بالسيئة جميل إذا تركها لله في بعض الروايات إنما تركها من جرائي أي من أجلي أما إذا هم بالسيئة ولم يعملها ما عمل السيئة تركها كسلا وتحاونا هذا لا يكتب لا حسنات ولا سيئات تكتب الأحسنة إذا هم بها وتركها لله أما إذا تركها كسلا ما تكتب عليه طيب شيخنا قد يلاحظ على بعض المسلمين أنه ينشغل ويشغل الناس بالبحث في أنه رؤي هذه الليلة أنها من ليالي ليلة القدر ويشغل نفسه بالأخبار ومتابعتها لعل هذه ليلة الواحد والعشرين الثلاث والعشرين الخمس والعشرين فينشغل عن ذلك ويشغل نفسه وربما يفوت خير كثير لا شك أن الإنسان الذي يعنى بهذا ليس عنده علم وفقه في الدين وقد يثبت غيره حتى لأن هذا فيه تثبيت أولاً لنفسه وبعض الناس يسأل عن الرؤى إذا كان هناك من يفسر الرؤى يقول هل رأيت أحداً سألكم أحداً رأى بأن ليلة القدر وكذا قد يكون مخطياً فيجتد لسان هذا النبي عليه الصلاة والسلام ما علم ليلة القدر إلا مرة أو مرات عليه الصلاة والسلام ثم أخفيت عنه ها أنا وأنتم الثاني والثالث يعلم ليلة القدر لا يعلمها إلا الله لكن لو حصل بأن بعض الناس رآها أو رأى بواب السماء مفتوحة أو رأى شيء تيقن بأنها ليلة القدر لا يخبر أحداً لا يخبر أحداً فيثبته عن الخير وقد يكون هو رأى يعني لا تكون يعني هذه مخلوقات الله يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى قد يكون هذا من باب التثبيت لكن عليه لا يهتم بأن ينظر ويتعمل في شيء من المخلوقات ولا في السماء لا يهتم بذلك يهتم بالدعاء والاستغفار والتوبة وقراءة القرآن ويجتهد بالعشر الأواخر فإذا فعل ذلك أصاب ليلة القدر بإذن الله تبارك وتعالى نستأذنكم شيخنا في فاصل يسير ثم نستكمل ما تبقى في حلقتنا هذه عن فضل العشر الأواخر ومنها ليلة القدر إذا أردت أن تحوز ثواب الصيام كاملة وأن تستشعر روحه فاحرص على سنن الصيام ومنها السحور آخر الليل ولو بشربة ماء قال صلى الله عليه وسلم السحور أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين تعجيل الفطر مع الأذان على رطبات فإن لم يجد فتمرهت فإن لم يجد حسى حسوات من ماء كما جاء في الحديث وأن يدعو عند فطره بهذا الدعاء النبوي ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تفطير الصائمين ففي الحديث من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لينقص من أجر الصائم شيئا العمرة في رمضان قال صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجه أن يشغل نهاره بالذكر والدعاء وقراءة القرآن وأنواع القربات إن رمضان فرصة لتقوية الإيمان والفوز بالجنة والنجاة من النار قال عليه الصلاة والسلام رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له مرحبا بكم محبتنا الكرام الجديد في الجزء الأخير في هذه الحلقة للحديث عن فضائل العشر المباركات ومنها الليلة المباركة الليلة القدر عودة هل هي محورنا الشيخ سعيد والحديث قبل الفاصل عن انشغال الناس ربما بالبحث عن علامات ليلة القدر وهل هي وقعت أو لم تقع هل هي في ليلة كذا أو ليلة كذا والانشغال وانصلاف عن ذلك وعدم الاجتهاد الحكمة أو الحكم العظيمة التي تظهر من إخفاء الله عز وجل لليلة القدر كان بالإمكان أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ثم أخفيت على النبي عليه الصلاة والسلام حتى الرسول عليه الصلاة والسلام علمها عليه الصلاة والسلام ثم تلاحى بعض الناس فرفعت فهذا يدل على أن الملحاة والمشاجرة بين الناس من أسباب الحرمان من الخير فرفعت أي معنى رفعت يعني أخفيت فلا يدر النبي عليه الصلاة والسلام أي ليلة تنهي لو كان علم النبي عليه الصلاة والسلام أي ليلة تنهي يقينا عليه الصلاة والسلام فهو يحب خير الأمته عليه الصلاة والسلام صلاوات الله وسلامه عليه ما بعث الله من نبي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا أخبر أمته بما يكون خير لهم وحذرهم مما يكون شر لهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذا يدل على أنه لو علمها بعد ذلك لا أخبر النس به حتى يحصلوا على هذا الثواب العظيم لكنه أمرهم أن يتحروا ليلة القتر وعمرهم بأمر استحباب وأن يتحروها في العشر الأواخر وأن يتحروها في ليلة الأوتار هذا يدل على النبي عليه الصلاة لا يعلم ليلة القدر بعد ذلك وخفيت عليه فكيف بمن بعده لا يعلمها أحد إلا أن كان بعلامات هذا إلى الله تعالى ثم لا يشغل نفسه العلماء لو نظر الإنسان إلى العلماء إلى الراسخين في العلم إلى أهل التقوى إلى طلاب العلم الذين يحبون الله ورسوله لا يعنون بالاجتهاد بالنظر إلى السماء ولا بالبحث عنها وإنما يعتنون بالعمل يعتنون بالعمل في هذا اللي يعلم فيخفاها يكون فيه فائدتان الفائدة الأولى زيادة الحسنات لأن الإنسان إذا اجتهد فيها على العشر الأواخر من قراءة القرآن وكذلك الصدقات والدعاء والإحسان وغير ذلك ملازمة المسجد لأنه إذا اعتكف المسجد فهو في صلاة مدام أن الإنسان إذا بكر إلى الصلاة صلاة المفروضة فيلس فهو في صلاة حتى تنتهي الصلاة ما كان في مصلة في صلاة ما لم يحدث ما لم يؤذي فكيف بمن يعتكف فهو في صلاة حتى أولو أولو من صلي أنه في كاف عبادة حتى أولو أولو من صلي هو بعبادة يعني لازم المسجد لعبادة الله تعالى فالمقصود هو العمل وليس المقصود النظر إلى هذه الليلة ولهذا كثير من الصالحين لا يذكر بأنه رأى ليلة القدر إما لأنه لا يريد أن يفتن الناس وإما أنه لم يرىها فعلا ما رأىها ما أحد يديها إلا الله لكن إذا اجتهده بالعشر رواخر يحصل لهذا التواضل هذا الأمر الأمر الثاني في هذا اختبارا لعباده يختبر العبد هذا من الله اختبارا هل هو صادق في تحرير ليلة القدر إذا كان صادقا اجتهده في العبادة صحيح واجتهده في العمال الصالحة في العشر كلها في العشر كلها لأن هذه الليلة غريمة دعم أن الله تعالى قال خير من ألف شهر فهو يجتهد العلل الله تعالى أن يوفقه بعمل أفضل من العمل في ألف شهر هذا والله عمر طويل فضل كبير هذا يبين الصادق من الكاذب فالصادق يجتهد والكاذب الذي ليس له رغبة يشغل نفسه بالأسواق حتى لو كان مسلما لو كان يحافظ على الصلاوات الخامسة قيام الليلة الغدر ليس بواهب لكنه حرمان يحرم الخير كله يعني يحرم الخير الذي يحصل في هذه الليلة من الخير بركات يبارك الله لهو في العمال يعطى أفضل من العمل في ثلاث وثمانين سنة لو قيل بي أن هناك هدية تعطى لبعض الناس من حضر في هذه الليلة في المكان الفلاني أو في عشر من الأيام عمل في هذا العمل فإن في هذا اليوم في يوم من الأيام سيوزع لكنه مجهول من الناس ومن إنسان قادر على الإنفاق عنده أموال طائلة فعندنا يوم من هذه الأيام العمل فيه من عمل في هذا اليوم من أول إلى آخر خلال عشرة أيام العمل المباح فإن هذا العمل يعطى صاحبه مئة ألف بليار هذا فضل من الله تعالى ثم من هذا صدق هذا هدية مئة ألف بليار لمن عمل فيه من واحد العمل داوم داوم الرسم أنا أعتقد بأن بعض الناس يجلس وأخشى أن بعضهم أعوذ بالله ممكن يترك بعض الواجبات يجلس مكانه يخاف النفوت هذا الخير العظيم لأنه مجهول ولهذا أخفى الله تعالى والله أعلم أخفى ساعة الجمعة النبي عليه الصلاة قال فيها ساعة لا يغافقها عبد المسلم يدعو الله إلا أعطاه الله سؤاله سؤاله أو سؤاله ما سأل أخفىها حتى يجتهد الإسان في الدعاء في يوم الجمعة وآخر ساعة ساعة جمعة وكذلك عند صعود الإمام المنبر وفي يوم الجمعة كاملا كذلك لذلك الغدر أخفيت إذن هذا من الفضائل التي يحصل على الإسان المسلم هو ليس لا يفوت الخير هو على خير على غنيمة إن إجتهد في العشر الأواخر يحصل على الثواب العظيم ويحصل على إدراك ليلة القادرة جميل شيخنا هل من نصيحة لنا ولمشاهدين الكرام في الاجتهاد في هذه الليالي الفاضلة وأن يكون الإنسان كالمودع لهذه الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا صلاة مودعه أي عبادة يقوم بها الإنسان أو أي أيام فاضلة تمر عليه يرى أنها هي آخر أيام سوف تمر عليه لكي يجتهد في اجتهاد العظيم والله هذا هذا السؤال يعني جميل جميل وفي حكمة كبيرة جدا لأن الإنسان إذا عمل الأعمال وفكر الآن في رمضان الماضي أنا أعرف كثيرا من الناس وأنت وكثير من المشاهدي الآن يعرفون بعض الناس الذين أكساموا معهم رمضان العام أين ذهبوا وربما بعضهم يكون سليما قويا شبابا ها ولم يدرك رمضان هذا السنة فالإنسان يجتهد ما يدري هل يصوم السنة القادمة هل يكمل رمضان أو لا يكمله كذلك الذي قبل الرمضان هل يدرك رمضان أو لا يدركه التوبيق بيد الله النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام ومع ذلك كان يجتهد صلوات الله وسلامه عليه ولكن حينما حصلت له العمل علامات على أنه عليه الصلاة والسلام اقترب أجله صلوات الله نزلت عليه صورة عصر والعصر بن عباس كان شابا غلاما قرب الاحتلام فسأله قال هذا فيه إخبار وعلامات بأن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أنقضى عمله إذا جاءنا صلوات الله الفتح ورأيتنا سأدخل وفدنا هو أجل فسبه بحمد ربك واستغفر أنه كان يدل على أنه سيموت عليه الصلاة والسلام فهذا النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك كان عليه يعتكف عشرين يوما في آخر رمضان وكذلك يعرض القرآن مرتين ونحن لا ندري متى يكون الأجل فإنسان يجتهد ويسأل الله التوفيق ويسأل الله الإعانة ويسأل الله القبول فلا يدري ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذكروا هذا من الذات يذكر الإنسان هذا من الذات يخرج الإنسان من بيته ولا يعود إليه بعض الناس يلبس ثيابة ولكن بعض الناس لا ينزع ثيابة ينزعها غيره في المغاس المغسلة الموت ويدر يلبس ثوابه ويتجمل ويظن بأنه سيرجع إليه ولكن فالحياة والموت بيد الله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يسخنون ساعة ولا يستقدمون فالإنسان يجتهد لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا شيخنا في جانب الاجتهاد في هذه العشر الأواخر نحن لا نحرم على الناس أن يستكثروا من الزينة وكذلك من الطيبات وشرائح وغير ذلك لكن البعض ربما يدخل عليه الشيطان من مدخل فيجعل دائما تسوقه وانشغاله بالأسواق في العشر الفاضلة في آخر رمضان حتى يتهيئ إلى المدخل لا شك أن الجبال مطلوب وتجمل وقل من حرم الزينة الله التي خرج على عباده والطيبات من الرزق لا نحرم على الناس الخير لكن الإنسان يختار الأوقات المناسبة يعني أنا أسمع بأن بعض الناس قبل الرمضان يهيي كل ما يحتاجه في رمضان كل شيء من الأطعمة والأشربة وغير ذلك حتى يتفرق في رمضان للعبادة ما يشخي نفسه بل بعضهم يأتي إلى أن يأخذ إجازة هذا لا يجب عليهم أن يأخذ إجازة لكن بعضهم يأخذ إجازة لماذا يلعب يريد يتفرق للعبادة يريد يتفرق للعبادة ويقبل على الله تعالى في هذا الشهر حتى يجتهد وحتى تزداد حسناته وحتى تربع درجاته وعند الله تعالى فالإنسان يجتهد في أن يتفرق في رمضان لا نقول أنه يترك الأعمال ويترك الدوام إذا كان عنده دوام رسمي لكن يتفرق للعبادة الله تعالى في هذا الشهر بأنه يهيي الأعمال أو يهيي الأمور التي يحتاج إليها قبل الرمضان أو قبل العشر على الأقل قبل العشر الأواخر حتى يتفرق لعبادة الله تعالى ولعله أن يوافق هذه الليلة فيدعو فيها دعوات تكون نفحة عظيمة لسعادته في الدنيا والآخرة يكون سعيدا في الدنيا والآخرة أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يقولون ويعملون ويسيب الله تعالى اللهم أمين شكرا الله لكم شيخ سعيد بن علي بن وحف القحطاني وشكرا الله لكم أنتم حبة الكرام أن كنتم معنا في هذه الحلقة الذي تحدث فيها الشيخ سعيد عن فضل ليلة القدر وكذلك فضل هذه العشر المباركات نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم ممن أكرمهم الله عز وجل بتحري هذه الليلة وقيامها حق القيام وجعل له وأجزل له الأجر والمثوبة في ذلك حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدم ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم